بسم الله الرحمن الرحيم وبيهن استعين بنستكمل اليوم موضوع المانومترز وزا ما شفنا المحاضرة اللي فاتت البرامترز واليوتيوب منومترز النهاردة بنستكمل باقي أنواع اليوتيوب منومترز وعندنا النوع اللي هو الديفرينشل يوتيوب منومتر يبالديفرينشل يوتيوب منومتر وده بنستخدمه في قياس الضغط بين تنكين عندي تنك A وعندي تنك B بوصل أمبوب على شكل حرفيو زي ما انت شايف قدامنا عندي المائع A وعندي المائع B لما اجي اختار سائل القياس اللي هو الأحمر اللي قدامنا ده لازم ما يزوبش في الأي ولا يزوب في السائل B لازم تكون سطح فاصل زي ما انت شايفينه وسطح فاصل زي ما انت شايفينه ليه؟ لأنه أنا لو استخدمت في هذا الجزء مائع بيزوب مش هقدر إيس الحاجة التانية أنه أنا حطيت هنا يبقى المائع الأحمر ده هو أتقل من A وB لأنه لو كان أخف هيطلع لي فوق هنا مش هينفع أخد إيسات طيب نبتدي برضو هي نفس القاعدة اللي أنا بستخدمها بختار نقطتين في نفس السائل واحد وعلى نفس المستوى القفق الواحد يسوي بينهم اللي هو أنا خدت الديطة من اللي موجود قدامنا ده يبقى النقطة 2 بيساوي الضغط عنده نقطة 3 يعني مجموعة ضغوط عند 2 بيساوي مجموعة ضغوط عند 3 لما جا شوف مجموعة ضغوط عند 2 يعبارة عن بي أ زائد جاما 1 إتش واحد لو وزن عمود الفلاود بيساوي بي بي زائد جاما 2 إتش 2 زائد جاما 3 إتش 3 يبقى من هنا بقدر أقول يبقى جاما 2 إتش 2 زائد جاما 3 إتش 3 نقص جاما 1 إتش 1 كذلك برضو نفس التطبيقات اللي قلناه المرة اللي فاتت لو أنا عندي هنا غاز أو هنا غاز بهم الوزن عمود الفلاود وبالتالي لوزن مقدار طلع موجب يبقى بي أ أكبر من بي بي ولو طلع سالب يبقى بي بي أكبر من بي اي طيب لو أنا عندي سائل متوفر في المعمل اللي عايزة إيسه بس هو أخف من سائلين القياس اللي في إي وبي بعمل إيه بعمل حاجة اسمها Inverted YouTube Manometer أو Inverted YouTube Differential Manometer اللي هو الوضع المعكوس اللي إذا ما قلتلك لو أنا حطيت السائل أخف بالوضع العادي هلأي السائل يطلع فوق خلص مش عارف إيس بي فبنحط الوضع اللي قدامنا اللي إحنا شايفينه ده بخلي الأنجوبة بالشكل الأعلي زي ما أنت شايف هنا وبعدين أبتدأ طبق المعادلات بتاعتنا بنفس الطريقة بختار نقطتين في نفس السائل واحد وفي نفس المستوى الأفق الواحد زي عند السطح الفصل ده كده الضغط هنا بيساوي الضغط هنا يعني مجموعة الضغوط هنا بيساوي مجموعة الضغوط هنا طب الضغط هنا قيمته إيه؟ عبارة عن بي ايه ماينس بي ايه مينس جاما واحد اتش واحد طب الضغط هنا كم؟ عبارة عن بي بي ماينس جاما اتش اتش اتنين ماينس جاما ام اتش ام اللي هو سائل القياس اللي موجود عندي وبالتالي يبقى بي ايه مينس بي بي ساوي جاما واحد اتش واحد نقص جامعة 2H2 نقص جامعة MHM يبقى في الحالة ديت احنا شفنا ازاي اقدر اتعامل لو انا عندي سائل اخاف وعايز ايس بيه بخلي الانبوبة في الوضع الانفرتد والوضع المقلوب بالنسبة لنا طب لو انا محتاج دقة بستخدم انكلايمد مانومتر الانكلايمد مانومتر ان انا بروح خلي بدل ما الانبوبة واخدأ شكل رأسي بغي عند طرف من التولينب بتوعي الانبوبة بخليش ميل بالشكل اللي قدامنا ده ونفس القواعد احنا عارفين ان الضغط يعتمد على القيم الرأسية ما يعتمدش على القيم طب القيم هنا معقول ايه علشان احسن دقة الاراية يبقى الانكلايمد مانومتر ده it is used for more obtain accuracy وانا هتديك المثال اللي قدامنا او اللي قدامنا هنا انا برضه اخد نقطتين في نفس المستوى القطق الواحد وفي نفس السئل الواحد وبساوض ضغوط بينهم يبقى الضغط عند النقطة دي عبارة عن بي اذا عند النقطة دي عبارة عن ايه عبارة عن جاما طب ال H2 hai عبارة عن كم ال H2 هي عبارة عن اللي هو لو انت خدت المثلث ده اللي عندنا هيديني زائد ارتفاع عمود ما زوجت في المستوى التاني اللي هو جاما 2 H2 كل اللي حصل ايه انك فرد فردنا اللي سكيل فحسننا ضقة الاراية يعنينا بما قدت بقرأ اللي سكيل على رأسي بالشكل ده بدأت أرى الـ scale mail بالشكل ده طيب لو أنا خدت على سبيل المثال عشان تبقى لك الفكرة لو أنا عندي الـ sita دي خدتها بتسوي for example 30 درجة مثلا ألاقي إيه لو أنا كان عندي 10 شرط هنا في الرأسي وهو أخطأ خطأ يبقى نسبة القطأ عندي 1 على 10 10% طيب أنا في الـ sin sita فردت دي بالمجاة 10 هتفرد دي على 20 لأن الـ sin sita بنص وأصبح ده كام بقرأ على scale 20 أقدر أعمل 20 شرط لو أنا هنفترض أن أنا هخطأ خطأ واحد شرط هيبقى نسبة الخطأ 1 على 20 اللي هي تبقى كام 21 على 20 يعني 5% بقى أنا حسنت ضدقة القرأة بنسبة 50% وبالتالي الـ incline demanometer بنستخدمه للحصول على accuracy في القرأة وفي بعض الأحيان بيديني برضو لو بعض الضغوط خفيفة قوي يقدر يحس بيها وأقدر أحس أن أنا أقدر أرى الضغوط اللي كيميتها الفروق بنا بسيطة جدا إن شاء الله هنستكمل في المحاضرة القادمة باقي أنواع المانومترز وشكرا لكم